السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم كيف العادة مع فيديو جديد ودرس جديد اليوم ان شاء الله غادي نشوف عبارات سهلة للتحدث عن حالة الطقس او لوصف حالة الطقس باللغة الفرنسية كنتمنا تابعوا الفيديو حتى الاخر واتدهمونا باشتراك ولايك اذا اعجبكم الطرس واذا اعجبكم الفيديو بدأوا على بركة الله العبارة الاولى إليا ديو فان نستعملها عندما يكون هناك رياح رياح فانقول إليا ديو فان إليا ديو صلي عبارة نستعملها عندما يكون الجو مشمسا وصحوا إليا ديو صلي إليا ديو نياج عبارة نستعملها عندما تكون السماء غائمة أو يكون هناك غيوم إليا ديو نياج إليا ديو جو مدطربا وتكون هناك عاصفة من الأمطار والرياح والراد إليا ديو جو مدطربا وتكون هناك عاصفة من الأمطار والرياح والراد أو نستعملها للي وصفة عاصفة رادي إليا ديو لغاج إليا ديو برويار اللي برويار هو دباب هذه العبارة نستعملها عندما يكون هناك دباب إليا ديو برويار إلي نياج عبارة نستعملها عند سقوة الثلج أو عند سقوة الثلج إلي نياج إلي برويار إلي برويار عبارة نستعملها عندما يكون هناك تساقط الأمطار إلي برويار إلي غريل عبارة نستعملها عند تساقط البرد فنقول إلي غريل البارد كما كتعرفوا هو التبروري باللغة الدريجة إلي في شو عبوا إلي في شو نستعملها عموما في فصل الصيف عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة أو يكون الجو حار إلي في شو إلي في فخي عبارة نستعملها للتعبير عندما يكون الجو بارد إلي في فخي إلي في فخوة استعملها عموما في فصل الشتاء عندما تكون درجة الحرارة منخفضة وعندما يكون البرد قارس أو بارد شديد إلي في فخوة إلي في بو عبارة نستعملها عندما يكون الجو صحوا وجميلا وتستعمل هذه العبارة عموما في فصل الربيع إلي في بو إلي في موفي هذا عبارة عكس العبارة إلي في بو ونستعملها عندما يكون الجو مضطربا وسيئا إلي في موفي ترجمة نانسي قنقر